مرحب بكم مع الفقرة الجديدة كملي ماكن مع برنامج Word 2016 اليوم راح نفتح ملف موجود على Hard ونبدأ نعدل عليه بشكل مباشر في عندي هذا الملف عبارة عن مجموعة قصص عندي عنوان للقصة وعندي نص القصة عنوان للقصة ثانية نص القصة الثانية وعنوان القصة الثالثة بالإضافة للنص اول شي حابب انا اني ميز العنوان تبع القصة باستخدام الماوس بحدد النص يلي عندي فوق بقدر انا بعدد طرق اني حدد النص اما اني اضغط بالماوس بنهاية النص الى بدايته او اني اضغط على الهامش يلي هو بجانب السطر اضغط ضغطه واحده بيتحدد السطر عندي كلاياته طريقة تانية للتحديد طبعا انا اذا ضغطت بالماوس على اي مكان برا بلغي تحديد النص يلي انا محدده طريقة تانية للتحديد بإمكاني اني اضغط ضغطين على كلمة واحده فبتمتحدد الكلمة لوحده اذا ضغطت تلات ضغطات بنفس السطر على نفس الكلمة بتحدد السطر كلاياته فاذاا ، ضغطين كلمة واحده باضغطى بره بلغي التحديد 1-2-3 حددت السطر بشكل كامل بعد ما حددنا السطر نقدر نغير نوع الخط شكل الخط نقدر نغير لون الخط بالإضافة لتغيير المحاعدات بقدر أن يخليه بالنص أو يمين أو يسار خلونا نشوف بعد ما أنا حددت السطر اللي بدي إياه من هون بأخذ خيار bold طبعا كل الازرار تقريبا أو ممكن لا معظم الازرار فيه إلى اختصارات على الكيبورد بإمكانكم أنه أنتوا تحفظوها بهالشكل هاد بتسهلوا على حالكم الشغل وبتكونوا أكتر احترافية بقدر أني أنا أضغط على حرف ال-B هون لحتى يصير النص عندي bold خلونا نكبر شوي نبين معنا الفرق في شكل أوضح أو بقدر أني أضغط على ctrl-B على الكيبورد منلاحظ أخذنا نفس النتيجة فإذا ctrl-B برجع بيروح البولد ctrl-B مرة ثانية بيرجع النص عندي bold بقدر أني خلي عنوان القصة بالنص باستخدام زرار المحاذات يلي شفناها بالفقرة الماضية أو أني يرجعها على اليمين لنفرض أنه أنا بأي وقت من الأوقات كبسة أي كفسة غلط مثل هيك مثلا أنا محيت جزء من النص يلي عندي بقدر أني أستخدم زر الرجوع من هون طبعا مثل ما اتفقنا فيه إلو اختصار للكيبورد يلي هو ctrl-Z برجع خطوة وحدة للورا ctrl-Y يلي هو redo يلي هو هذا الزر ctrl-Y في حال أنا رجعت خطوة للورا بالغلط يعني أنا متأصد أني أمحي هذا النص يلي أنا كان بدي أمحيه وكبسة ctrl-Z أو رجعت خطوة للورا عن طريق الخطأ بقدر أني أرجع خطوة إلى الأمام باستخدام زر ctrl-Y أو هذا الزر يلي هو redo نلاحظ كاتب لي الاختصار طبعه ctrl-Y حاليا نحن بدنا عنوان القصة طبعا عنوان القصة الثاني جوحة والسائل كمان بدي أعمل بولد وهالمرة بدي أغير لونه طبعا إذا ضغطت على هذا الزر رح يعطيني اللون الأحمر بقدر أنا من هالسهم هاتل الصغير أني أختار كل الألوان الموجودين عندي هاي هي الألوان الأساسية تعريبا بقدر أنا أحصل على أي لون بديه عن طريق الضغط على More Colors Custom من هون أنا بقدر حدد اللون يلي أنا بديه باختار هذا الأزرق فرضا باختار الدرجة أوكي وباخد اللون يلي أنا بديه رح نرجع خطوة إلى الوراء ونخليه أسود عنوان القصة الأخير كمان رح نعمل بولد كمان رح نعمل بولد كمان رح نعمل بولد